السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا ما يختلفش عليها اتنين هنعمل الرنجة بطريقة حلوة جدا ان شاء الله شكلها شاهي كده اكلة لذيذة تفتح النفس يلا قبل ما نبدأ بقى ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لكركدي وتمر هندي عشان عيلتنا تجبر بيكم اول حاجة طبعا هنعملها النهاردة بقى ولا دخان ولا زفارة ولا ريحة ولا اي حاجة ناس كتير بتحبها بس ما بتحبش تاكلها عشان بتخلي ريحة الشقة كلها ريحة شاوي طبعا النهاردة هنعملها بطريقة حلوة جدا وكمان هتبقى الملوحة بتاعتها قليلة هنعملها بالمية المغلية بتغلي مية كويس جدا وبتنزلي عليها بالشكل ده لازم اهم حاجة تكوني غليها كويس جدا بالشكل ده بتقلي بيها على النحيتين من غير بقى لا شوي ولا دخان ولا زفارة ولا اي حاجة هتطلع معاك زي الفل وفي نفس الوقت هنكون عقمنا كمان لو ملحة الملح هيخر في المية فهتبقى عدمة معاك وهتبقى في منتهى الروعة بعد كده قطعنا الرأس بتاعتها وابتدينا نشد الجلدة ما شاء الله هتتشل بمنتهى السهولة وهيطلع معاك لحم فلي الرنجة حاجة كده في منتهى الروعة تقدري بقى تعملي كمية وتنظفيها وتشيلها عندك في الفريزر تطلعي وقت الاستعمال بصوا الجلدة بقى مخلي كده الفلي بتاع الرنجة وحاجة كده في منتهى الروعة شلنا كده الراس والديل ونظفناها بالشكل ده هنعمل كمان التانية بالمنظر ده سهلة جدا لو انت حابة بقى القشرة يعني الترقع كده كأنك شوية هتسيبها في المية شوي لكن احنا عايزين نطلع اللحم منها في ليه فهيبقى متمسك بالشكل ده بتشد الجلدة بالشكل ده وبتسلكي كده بالسكينة هتطلع معاك الوحدة بوحدتها ما شاء الله في منتهى الروعة ما فيش اي ريحة طلعت ما فيه الزفارة في الشقة وكمان ما شاء الله اتعقمت وبقت في منتهى الروعة بالشكل ده هنبتدي بقى نفتحها بتسطحها كده من الظهر بالسكينة وتبتدي تشدي كده لشو كل في النص هتطلع معاك كتعة الفليه سليمة من غير ما تتهري ولا اي حاج عشان لو حابة تقدميها بالشكل ده على هيئة شرايح كده كل واحد ياخد في الطبق بتاعه بتبقى حلوة جدا في العزومات والاعياد والمناسبات الحلوة لو انت حابة تقطعيها اوريك الطريقتين وتختاري منهم اللي انت حابها بنبتدي كده نشيل البطن بالسكينة ما خدتش مننا سانيتين والشوك العريض بتشدي بأيديكي بقى معاك احلى كتعة فليه رنجة حاجة كده نضيفة ومتعقمة ومعملناش ريحة ولا زفارة ولا وسخنا البتجاز بتاعنا ولا اي حاجة واحنا وقفين عملناهم بصوا بالشكل ده هتبتدي بقى تسليكي كده بالسكينة وتشيل الشوكة بالشكل ده وترفعي الفوق وتشديها وتسنيدي بالسكينة عشان تطلع معاك قطعة اللحم الفليه بتاع الرنجة متماسكة وما تتبهدلش منك اهو شلنا البطن برضو بنفس الطريقة والشوك العريض اللي من فوق بتبتدي كده بعد ما مسحناها كده بالمنديل بتبتدي بقى تشيل الشوك العريض بيطلع بأيديكي كده في منتهى السهول اهو بالشكل كده نظفناها اهو بقى الجهزة معينا ما شاء الله ما فيش احسن من كده حلوة جدا وطعمها كمان حاجة كده ما شاء الله نضيفة جدا ما فيش اي ريحة زفارة ولا هتقلبي بقى ريحة الشقة ولا تبخري بعدها او ترشي معطرات ولا اي حاجة لان ما فيش اصلا ريحة طلعت من بصوا سبنا كده قطعة من الفليه بتاع الرنجة لو انت حاب تقدمي بالشكل ده شريح كده وكل واحد ياخد في الطبق بتاعه وعملناها كمان كده قطع زي ما نتعودين نحنا نقدمها وقطعنا كمان بصل معيها وطبعا اهم حاجة عصير اللمون طبعا لاغنا عنه بيدي لها طعم حلو جدا وتعقيم في نفس الوقت ودينا لها كمان كده حبة حلوين من الزيت وبكده معاك احلى طبق رنجة شاهي ولذيذ ويفتح النفس وحطينا كمان شريح لمون طبعا اللي حاب بيزود في عصير اللمون وقرني فلفل كده احمر واخدر ولو حاب فلفل حراء تقدري كمان تخرطي عليها بتبقى حلوة جدا طبق شاهي ولذيذ ويفتح النفس ما شاء الله فمنطهر روعة والجميل جربت طريقة المياه المغلية دي وان شاء الله مش هتشوي ولا دخان ولا اي حاجة بعد كده سهلة وبسيطة جدا وما شاء الله اكلة شاهية ولذيذة وبتفتح النفس جربيها بقى ما شاء الله حلوة جدا اهم حاجة بقى لو عجبتك الوصفة بتاعتنا النهاردة ما تنسيش لايك وشير وسابس كريب للي اول مرة يشوفنا عشان اي حاجة جديدة بنعملها توصل لكم باذن الله اهو بالشكل ده بصوا قطعة اللحم بتاعها حاجة كده بقى الفهنة وشفى لكل اللي هيجرب اشتركوا في القناة